السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وآخواتي قد استمعت إلى كثير من كلمات دكتور الفائد وهو دكتور مشهور في المغرب فوجدته جاهلا من لغة العربية وجاهلا من شرع الله ويريد التحكم في القرآن ويريد أن يكون هو المسؤول عن تفسير القرآن وهو وحده الذي يعرف تفسير القرآن وهو الذي وحده يقرأ القرآن وكل هذه الأمة على ضلالة منذ محمد صلى الله عليه وسلم إلى الدكتور الفائد وهذا ضلال مبين وتناقض وهو في بعضها يقول إن القرآن نور وأنه يجب التمسك به وحده ثم بعد ذلك يكذب ببعض ما جاء في القرآن فينكر الحور العين وهو يقول هي في القرآن ولكنها ليست موجودة ويقع في كثير من التخبطات التي هي بعيدة جدا عن العلم وعن العقل وعن اللغة وعن الفهم وصاحبها إنما هو مفتون فقط وصاحب كبر لا بد أن يستعاذ من ما ابتله الله به من الكبر فقد ضل به ضلالا بعيدا ووصل به إلى التطاول على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ورثته في مختلف العصور وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها جملة وتفصيلا وعلى بعض كتاب الله سبحانه وتعالى فهو داعي فتنة فلذلك أحذر منه إخواني وأخواتي وأحذرهم من الاستماع إليه فلا يحل سماع فتنه إلا لمن يريد الرد عليها من القادرين على ذلك وتعريض الإنسان نفسه للفتنة وسماعه لكلام البحثونين الفتانين ضرر كبير بنفسه وإساغة لها عن طريق الصواد فلذلك لا يحل الاستماع إلى كلامه ولا قراءة ما يكتبه إلا لمن يستطيع الرد على ذلك ويعرفه ويقصد الرد عليه ويعرف أنه ضل مضل وأنه محتون وأنما يقدمه من الأطرحات منافل للشرع ومنافل للعقل ومنافل للغة فهو منافل لهذه الأمور الثلاثة من مظاهر جهله باللغة سعيه للتفريق بين القراءة والتلاوة وزعمه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه القرآن ولا يتلوه والله سبحانه وتعالى الذي قال له قرأ باسم ربك الذي خلق هو الذي قال له واتلو ما أمحي إليك من كتاب ربك لا أمودل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا وهو الذي قال له إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي يحرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وهو الذي قال فيه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البجنة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وهو الذي قال فيه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتعب المبطلون بل جميع أنبياء الله جميع رسول الله يتلون ما أنزل إليهم من الكتاب كما قال الله تعالى في سؤال الملائكة لأهل النار يوم القيامة وصيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا كذلك الذي أمر بتلاوته وقراءته هو الذي أمر بترتيله فقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا قال تعالى ورتلناه ترتيلا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجيرنا وإياكم من شر الدجالين ومتكبرين ومن شر كل الفتانين المفتونين وأن يجيرنا وإياكم من الضلال عن جادة الصراط المستقيم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرني وإياكم أجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن فتن آخر الزمان وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين